لم تكن تعودنا عليه يعني ما فيش دقة كان ربما يتكلم على بعض الأشخاص اللي كانوا مناضلين سياسيين حقيقة في السبعينات الجزائر كانت عندها نوع من النزعة يعني اليسارية والنزعة العالم الثالث وعدم الإنحياز حقيقة بعض الأوروبيين كأشخاص وبعض المناضلين يعني بلاك بونترز في الأمريكا والمناضلين يعني دول البشر السوداء في أمريكا ألقاوا لجؤوا سياسيا إلى الجزائر ولكن إذا تكلمنا حقيقة على بروز الديمقراطيات الثورة البرتغالية التي هي ثورة القرن في الـ Evolution desu يعني ظهرت في البرتغال في السبعينات ما عندي حتى معلومة على أن ثوري برتغالي كان في الجزائر أما الثورة اليونانية إذا كان يتكلم على ثورة اليونانية 1821 ضد الدولة العثمانية الجزائر كانت بالعكس في تحالف مع الدولة العثمانية وفي معركة ناظرين سقطة الأسطول الجزائري في 1821 في اليونان إذا تكلم على ثورة اليونانية 1874 ضد طغم العسكرية اليونانية ربما كان فيه شخص كان عنده علاقة مع الجزائر ولكن ما نقدرونش نتكلمون أنه نقولون الثورة اليسارية اليونانية في السبعينات والليساريين البرتغاليين في برتغال ولا حتى في إسبانيا ضد فرونكو كانوا في الجزائر ربما كانت عندهم علاقات لأن الجزائر كانت نوعا ما عندها هذه الحساسية اليسارية ضد الإمبريالية والفاشية نوعا ما في السبعينات ولكن لا نستطيع أن نقول أن بروز دولة وديمقراطية اللي عندها حبينا ولا كرهنا لما نتكلم على الديمقراطية الحديثة جذورها فهي في اليونان القديم وبعدها بعد الثورات الصناعية ظهرت وقبل تزامنت مع الثورات الصناعية صرت الثورة الفرنسية في القرن 18 وثورات الأخرى اللي جات من بعد ولكن ليس لديها أي علاقة مع الجزائر شكرا